تكلمنا عن عملية التطعيم لكن لم تتكلمنا عن الأشغال التي تدار مباشرة تنمر القريفاج و عندما تولي الحقل لتقييم العمل ستجد قريفان شادين وتجد واحد اخرين لا تشادين والأسباب متعددة ربما الريح ربما طويلة بوجة ربما العود كان نشف كذلك الحاجة الأولى التي نوسع عليها هي السقي السجرة التي تقريفها يجب أن تسقيها لكي الماء يطلع على الماء وتتسودى والقريفان ينمو جيدا الحاجة الثانية هي كذلك ضرورية الخلفة التي تنبت من تحت يجب أن تكون كامل نحوها على خطر ستنافس الطعم للقريفان في الضوء وفي التغذية وفي الماء وربما يضعف ويموت الحاجة الثالفة لا تقل أهمية وتتمثل في إزالة الرافية التي حزبنا بها على خطر ربما تكون مزيرة مليحة على الساق وتعيق السريان على العصارة وبالتالي الطعم لا يتغذى مليحة وقدر يموت لا ننسى في الآخر الشحال الماء تكفر عدد الطعم في نفس الشجارة الشحال الماء نسبة النجاح تكون كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة